رجعنا من جديد في سبل ميكس الأخير من الحصن تعنا اليوم نحكي على مقابلة قمة أخرى تلعبت في الجولة هيري ثلاثة قمام الحقيقة كلاسيكو مقابلة بيجا والسياسيس وايضا مقابلة النات الأفريقي والاتحاد المونستيري ماذا معك أنت يا أحمد بعد بداية قوية لكلوب ثلاثة مقابلات اليوم الفريق ما يحققش فيهم الانتصاف عادي يعني اسلام نادي الأفريقي مازال مخسر شي على بعد تقريب نقطة واحدة من المتصدر والنفيل بيجي والبطولة مازالت كبيرة ومازالت طويلة أنا في تقديري النادي الأفريقي فرض أسلوب لعبه في زوز مباريات في الموسم هذا هما ضد قفصة وضد النادي السفاقسي وقت كان عنده ملاعبي اسمه ايت مالك يلعب تحت الاتاكون الملاعبي هذا يفرق برشا في تشكية الكريوب يفرق برشا ايت مالك وخاصة الخطة التكتيكية للعب بها النادي الأفريقي وقته يبدأ موجود ايت مالك يعطيه برشا حلول وبتحركاته معناته يهزك الآخر مرحلة لعبه ويلقى لك برشا حلول اللي صار بعد هو تشبث مدرب النادي الأفريقي بالأربعة ثلاثة ثلاثة أنا بفهمتش علش المدربين الأجانب اللي يجيوا في تونس يتشبثوا بهذه الخطة التكتيكية العقيمة محمد الفارب فان مع الترجي انه الزمزمي وغاية الزغير أكثر أفنسيف من اللي يدور ريبليان متع ترجي اللي أربعة ثلاثة ثلاثة يا إسلام نحن في تونس مع الناش الكاليتين متاع الملعبية اللي نجمونا نعم نلعبوا بالخطة هذه التكتيكية ونعطيك مثال اللي أربعة ثلاثة ثلاثة عواب حذانة مدربة على ما ترتكز أكثر حاجة ترتكز على الزوز محاور اللي هو ملعبية الزوز رقم ثمانية اسمي يكونوا ملعبية في ساقيه مقويين إيه غاية الصغير والزمزمين عندهم مش لكاليته هذا مريش قطلة كان دينا ملعبوش بالظهر إلي حد الآن المردود متعم مرتقاش إلى المستوى اللي بش يطلعوا به النفو متاع الناديل إفريقي هو خاصة غاية الصغير في سياق كلامك يمكن ماتش المستير أسوأ ماتش عاملو من يجال الكروب حسى المقابلة اللي قبلها زيدك كيف كيف شو هو راه الملاعب المحور رقم ثمانية يجب أن يكون قوية في اللابير في الكنترابيل في تكاركير الكورة في خلق المساحات في الباس يكسر بالي ليني في الموفمون ويجب أن يزيدها في الأربعة ثلاثة ثلاثة يكون عندك معناة أنا فونسونت الرقم تسعة ملاعبي قوي برشا ينجم يكون ستاسيون يلعب ذهره يعطي حلول لأصحابه هذا للأسف متوفرش في المباراة الخرينية متاع الناديل إفريقي أنا ملومش المدرب لأنه وقت اللي تكون أنت عندك شترت تشكيلة خارج الموضوع وقتها ما تنجمش تحكي لي لا على الأربعة ثلاثة ثلاثة لا على الأربعة ثلاثة ثلاثة أنا في تقديري الناديل إفريقي عنده لي موياه وعنده لي فكتيف باش المدرب ينوع تكون فهمها النوع من المرونة على المستوى التكتيكي ما فيها بس أنا نتصور الناديل إفريقي مثلاً ثلاثة ملاعبية في المحور ينجم ينجح عنده دوزاريير معناته ينجم يستغلم عن الوجه الأكمل عنده ثلاثة ملاعبية محور من أعلى طراز عنده ينجم 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 إيدوه ومعاه لعبيتي سوز مهاجمين يعني عنده الحلول المدرب مدرب الناديل إفريقي اللي صار في ماتش المستير هو أنه الاتحاد المنستيري يلعب لك بخمسة ملاعبية في وسط الميدان وعمل محاصرة لرجل اللي ملاعبية في وسط الميدان الناديل إفريقي وخلي حمزة تستوري وحده يضغط حمزة شكون؟ التستوري اللي هو حازم المستيري حازم المستوري اللي خليه هو اللي يضغط على دوز اكسيون منتاع الناديل إفريقي ما خليهم شي خرجوا الكور لكن اللي ساره ما هو هنا؟ الناديل إفريقي كان من المفروض لدوزاريير متاعه يطلعوا بشي هزوا معهم الحرزي والجفال وهكاكا يخلقوا الجفالي يزوهم معهم للميليوتران هكاكا يخلقوا الاسباس يعملوا ستريتش ويطلعوا يعاونوا للميليوتران كذلك اللعبة الأجن حمزة الناديل إفريقي كان استاتيق يعني ما دخلوش العمق الاربعة ثلاثة 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 ويزوز أجن حمزة يدخلوا العمق الميدان ويسهلوا المأمورية ويزوز يخلوه الفرصة لديو زاريير بشي يطلعوا يطلقوا بكورة في الظهر هذا ما سارش الناديل إفريقي لعب استاتيق الملاعبية متاعه ما كانوا يتحركوا ما 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 خلقوش لارويح محلول أنا ملوبش كثير مدرب الناديل إفريقي لأنه الملاعبية زادة كانوا للاسف خارج الموضوع ما يسهلوش مهمته باش نحكيوا عاديا عن المستير طارق شفنا فريق منظم جدا بقيادة محمد السياح لضغط كبير على حامل الكورة كان بريسينغ حتى عالي عملوه في المقابلة ما خلشنا لإفريقي نجمه نقول بلوقت كورة حتيت نفس الاتحاد المونستيري نرجع بيك المقابلة الكيس الأفريقي اللي في ربيط الأبطال مع المولدية والضغط اللي صار الخبرة هذيك متاع الملاعبية وقتها تنجم الجيري أنت الضغط المنافسي يصرتوه الفرق الجزائرية والضغط اللي صار على الاتحاد المونستيري يعاونوا اليوم في البطولة في مقابلة في راتس قدام 40 ألف متفرج مع جمهور نادي الأفريقي وكان ضغط كبير صرتوه في الشوت الأول أنا ديما نحكي على المدرب بتاع الاتحاد الرياضي المونستيري معنى ممتاز يقرأ في اللعب بالكداع يعرف الإفكتيف متاعه يعرف الملاعبية متاعه حاط ديسبوزيتيف التوالم السعر معنى الاتحاد الرياضي المونستيري والملاعبية متاعه معنى واحد ديما الاتحاد يستنى يعرف يستنى يعمل في بلوك يستنى الأدفرسير أي أدفرسير وقاعد يكنتر معنى بملاعبية فنيا ساعة ممتازين نحكي على اللي كان في سفاقس أيمن الحرزي معنى ممتاز في سقيه اليوم إسلام في الاتحاد أنا قلت نتصور الاتحاد أقرب فريق اليوم في الموجودين الكل أنه نجم يكون بطل للموسم ويتبدد الخريطة نجم يكون بطل للموسم كيفما مفاجأة في الكوف معنى في البطولة نتصور بشي جيه معنى من الاتحاد المونستيري الخطر فريق الوحيد اللي معنى استابل معنى في الفنية اللي معنى كما تراها في أول مقابلة كما ريناها في مقابلة معنى نادي الافريقي نادي الافريقي برشا دي شي برشا دي شي تكنيك سورتو واللاعب غيث صغير قاعد يوقف بتاع نادي الافريقي ويخسر في برشا كورة في وسط الملعب وهذاك عليش نادي الافريقي ما تسجلش في الشوط الأول إسلام تولي عنده مشكلة كبيرة في الشوط الثاني سورتو تولي تحب تطلع الأظهر متاح يحبوا يطلعوا تخلي برشا معنى اسباس سورتوف معنى في الظهر ويلي توني دي الفريقي تولي ثلاثة مقابلات وانتي تلعب معنى ديكلارية نكتلعب على البطولة بلاعبين ذوما بجوة ذايا بالبيبليك اللي قاعد يجيك معنى في كل مقابلة ومش كل عام معنى بشتقد ولا كل مقالب تطلب في السماح كملاعبي دونك عتي للرندمونت معنى سامحونا سامحونا إلا متى بالنسبة للملاعبية ذوما لا يجب أن يتحملوا المسؤولية وموزيدة فما كاليتين معينة كي نحكيو على الابانسانتر كي بطاوحكي يا أحمد على بدل الديسبوزيتيف اليوم عندك انتيك سنتري يطلع عيمين وعندك سنتري سار ما عندك اللي تروز اكسيو متى قويين بايين سورتول بلايور نحكيو على الليبي ونحكيو على الملاعبية الاخرين بن عبدا وغيره وعندك معنى باش تستعمل اه يدوه ولا تستعمل العبيد يكون نوف يدميره هي بيدر الدسبوزيتيف ما انتيز مكتار زيدة وحتى التغييرات تعبيتونيره وفيها شوية متأخرة شوية متأخرة شوية وفيها شوية معنى انا شنجمون متى ريير جوش كما كيت مع كاردوز بلك شي عندها متعلق بالعداد الاجنب ذاته اه انا تخاصة ان هذه التغيير مكون بسرته بعضاد الاجنب حاب يخرج الاجنب يدخل يرى بحملها باجنب القديم يمكن ما انا نحكي على ماذا يكون الظاهير ايسر ينجم يكون حل اليوم خاطر انتي تلعب اه اليوم عندك اشكال في في الفين متر الاخرانين سورتوه في النادي الافريقي في التسجيل الاهداف معنى سورتوا انتفرجت في الدوزين ميتون النادي الافريقي غايب وعرف الاتحاد المناسيري يجري رغم الان الدوزين ميتون كله بخيم الشوط الاول كفورس الاتحاد المناسيري كانت تنجم تسجل للنادي الافريقي وتنتصر في المقابلة هذان خالنا اخواليك بالماتش بو اول حاجة نحب نقوله تمانيتنا للشفاء العاجل المعز حسن الحقيقة وزيدة كيف كيف المبارات هذه اخرجنا متأسفين على المعز حسن وخرجنا على الفرحاني الاسلام اللي حاجباه اليوم في الشامبين وزيدة كيف كيف نحب نشكر زيدة كيف كيف جمهير النادي الافريقي بصراحة كيف تفرح في الماتش عبارة تفرح في الأوروب كاريتات غازون جمور وذلك المنظر انا نقول الاتحاد الرياضي المنستيري والنادي الافريقي من احسن يوم ما فهمه في الكورة التونسي اللي قاعدين يعرفوا يلعبوا في كورة مزينة ما في الماتش ما شفنا شي شفنا ماتش في بعض الأحيات مومن بصراحة بصراحة في الاتحاد الرياضي المنستيري نعرف كيف يقف التراح في اليوم ممكن غياب ايتمالك من الحلول من النادي الافريقي بصراحة غياب الفور من الخضراوي والصرار فيه والعبيدي اليوم اربعة من شوية مركحة تابونتو اليوم يوريك النقص يغيب عليك ايتمالك ايتمالك حاجة بركة مليحة بركة ايتمالك اول مجال النادي الافريقي كان يلعب كنتوش واحدة سهلة اللي خليه يمشي بين المنتخب بعد مجال المنتخب العبد ضد النادي راضي سويقصي فما كورة ضربته شوية الغرور انا نقول انسيح تيراك انا لعبت في الفراق الكبار ومشيت ونعطيك حاطة معلومة وابك وبرشة بيتونية في الفيستير حاطة معطيك حامل العبيدي انت كتجي تدخل في جروب وطلقى جماهيري النادي الافريقي تلعبك السورة وش دبان فمشك الغرور تحب توري يروح كل يوم انت كاليوم تسيحيح اليوم تسجلت ومشيت المنتخب لازمك تطيح وتهبت شوية على ساقيك اليوم راو فريقي محتاج لك نعرفوا نادي الافريقي موسم استثنائي حاجة بركة نقولها جماهيري النادي الافريقي اليوم بشهدة الجامعة العمناو النادي الافريقي في البليو بعض عشر مقابلات ماركة اربع اهداف وقبل لحدشنا هدف اليوم تحسن الفريق بعد سبع جولات ماركة تسع اهداف وقابل بونتو هدايا ما يمنعش اسلام لازم حذيري من جماهيري النادي الافريقي رينة بيبز انا نقولها وان شاء الله ليطلع كليمي غالب راي فما فئة متحبش النادي الافريقي جاية تحب تبلبز على الجروب انا نقولها وانا تحمل مسؤوليتي في كلام راي فما عبيد تحب تعمل الشغب وشنين مصلحتها؟ مصلحتها تحب متحبش النادي الافريقي ترجع لك من جماهير لا لا فما من جماهير اخرى اي بيانسور اليوم نبس ماريون الكلوب ونبدأ منيش الكلوب كنتايش دابوزة عشرة ماذاين ممنعشي اسلام حتى العبيد تحكي اليوم النادي الافريقي يقول لك ماتشويت مازلت مجويت مجداش ماتشويت كيسح هاي جاكوية احسن بريود لازمة تتعدى بها النادي الافريقي حالحاس بالرزنامه لعب ضد النادي الرياضي سويقسي لعب ضد الاولامبي البيجي وانتي الحاد الرياضي المونستير ما فماش خير من الفرقة تتعديت لباس مازل عندها باركور طويل وانا نقول حذاري يا نادي الافريقي فمع بيد راي تحب تهلك الاجواء النادي الافريقي مختار جبد على معز حسن حسب المعلومة لي عنها مصادر من النادي الافريقي الهيئات التجهل تجهد عاقد معز حسن نمو اليوم بزيدو عام في الكونتراتو متاعو رغم اللي بش يكمل الموسم خارج المجموع هذا العادي هذا العادي اللي كنت نستنى فيه لحقيقة تمانيته حتى مبارع روا حتى بعد الماتش بساعا ملمورة وخرج الناتق الرسمي وجدد واحده عقد مواز حسن ما غير ما يشاور حتى الهيئة المديرة الحقيقة الحقيقة هنا في بلاست علي علولو نخرج وحدي بالمشهد اللي ريناه والله نخرج ونجدد له العقد موش علي علولو جد في الكونتراتو متاعو هنا نخرج نخرج ونعلن على تجديد عقد مواز حسن نحط لها كلاس ونصور شكل هيا بشترف تعرفت عليش نحنا اللي تفرج في الماتش وكاكلوبيوس نحكي خرجنا تعم التعادل والحقيقة أنا كنت تعرفني ايش نحكي على مواز حسن نزمنا جاردين نهارة اللي رينا مواز حسن نتبد مختار مختار بحظه ويمكن أحسن ماتش عمنا مليجان لكلوب رينا رو اسماني رو اللي يتحب لكلوب يعرف دي بدا مفجوع جمهور الكليوب من الكورة يتجي لتزويت يبدأ خي مبي رحينا غاردين خ غاردين يلعب ساقي غاردين ماخذ تزويت واحد دي مينغ متاع دي خلوج ممتاع اكسي نو رجاع مواز حسن اللي الحقيقة قدر الله ومشي افعل قدر الله ومشي افعل لكن مخطار 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 جدا على مواز حسن لو سول عمليت شكيت منه انا ولو قلت مهوش قرديا ايش اكلمك فما عبيد تخدم المصالح اخوي معزح سره وقيمة ثابتة راجل متكون في نيس اي اما مالوين اعمال برشارة اصمعني اي قرديا ينجم يغلق انا اقول ان شاء الله ميندبوش على معزح سن سمعني بسرعة عبتك كلمة بركة مختار ودقيقة بركة ميزمش كل شيء معنى خير معنى في الكورة ننسبوه لفرق الاخرى زيادة مش لوجيك معنى معزح سن في وقت ملاقات تحمل اغلاطوه هو جمهور نادي الافريقي كان بلبس في وقت ملاقات في الفيراج وسكر كان معنى من البرزيدون بتاع الكلوب افريكا اللي هو جمهور في روحه ونحكيه حتى انا عايشين توفي حوامنا وعايشين في دنيتنا لقروبيت اذو ما عايشين معنا الفوضى حتى البرره مش لازف الملعب صحيح 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 انا كلمة بركة بش تقولها بالنسبة لبيتوني رانا نحنا عايشين حلمة بربي لا ترد دينا كابوس بجاه ربي راني اينا بعد ساعات بدك يننقل ولا بالحق معنى كل جمعية بش تجينا جيرجيش عجبتك باجة عجبتك مسير عجبتك يدخل جوستيز بالفرجة انت سامحني الحاجة عادية بش تكون مسير بايا واختري انت عندك غايث صغير ومعتز الزنزي والخضراوي ثلاثة من 11 موش موجودين انت بسو انت طباته مش بيش واختري انت طباته مش بيش واختري انت خرج لي ما عايش نحب نتصنطق يا خوي انا تعرف المشكلة متعي وين مروين انا عندي زوز ماتشوات جواني تول ماتش الكبير اذا جيتني مستير وجيتني سفيقس الزوز تعدينا بيش نب الحدث كذا كان يطلع للون ترنور هذا ما يقراش الماتشوات الكبار ومعنش كيفاش يتصرف لا 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 انا بالنادي الافريقي متاع اليوم سفيقس مع احترام اليها ومستير مع احترام اليها رون الملمون بمخ وحلام الجماهية روى ذو ما تعطيهم كرته راي اي جمعية جيت سكرك كما تناجم رايي الكلوب تناجم فروتورتي ومعاش عمدي وقت احمد لقتها خائبة ياسر شفناها في بنزارة الاتداء على واحد من مشجعين الافريقي ذالي قاعدين تعودوا برشة لقاطاتهم والله للاسف اسلام انا نتمنى ان وزارة العدل مثل ما تدخلت لضبط الامور في وسائل التواصل الاجتماعي بقي قطاع الرياضة بمعزل عن هذه القرارات يجب على وزارة العدل ان تتدخل وتحمل مسؤوليت اي حد يعمل تصريحات تحظ على الفتنة والجهوية والعنف ان يصير له مثل ما صار مع جماعة التيك توك خاطر قاعدة الرياضة وكأنها بمنأة لقاعدة يصير في البلاد قاعد نفس التبوريب اي مسؤول يقول اي صفحة تكتب وتعمل تدوينه وتقول فيه اي حاجة ووزارة العدل لا تدخل انا نرجو من النابي العمومية انو المنابر الاعلامية اذاعة وتلفزة بمفاهي نحن وخاصة انا كماروان تاج وكذلك صفحات الاندية والجمع صفحات على المشجعين زاد انت تدخل النياب العمومية حتى اللقطة في حد ذاته اللي عبادة مصورين ومو صعيب انا مفهمش فما نوع من الرشمو تجاه معنة كل ما عنده علاقة بالرياضة عشرين واحد على واحد مايش رجولية برجو حتى بين ضخراك حتى العمر صغير حتى عشان دي وقت دمان باش بك احكيتين على البلاتيب انا باش نحكيه اخو يصبر اعطيني مختار اللقطة ذالي اهم واحدة متاع السرار فيه اي ارينا مطالبة ضرب الجزائم ارينا متاع السرار في حمدي العبيدي ومطالبة زادة المستير متاع اليد متاع الغريسي ارينا تواغ المسرار في تخلط زويت هنا شنوه بشراو انا انا حبيت انثبت في اللقطة اللي كانوا سيق ديفونسور نجمش تكون تعديت ونزلت على سيق السرار فيه مرينيش لنا السرار فيه على واحد دس كورتو ما كان عنده حتى حل كان بشي تيح لحقيقة ضرب الجزائم ما كانتش موجودة وكان الحكم موجود متوقع في مكان سليم وكان قرار بموصلة اللعب كان صحيح ومبعد لنا ضرب الجزائم مطالبة ضرب الجزائم الحمدي العبيدي لنا ديفونسور وراه صار كونتاكت صغير وبعد الكورة ضربها ديفونسور ولا وجودها ضرب الجزائم كيف كيف رينا موقع المطالبة اتحاد مونستيري بضرب الجزائم لاريرجوش يذولي سنتر وتاكلينغ من الغريسي رينا الكورة ضربت في اصدر الغريسي وبعد طلعت اليده وكان الحكم تموقع ممتاز مقابلة طيبة لحسين بولعراس ان شاء الله تكون هذه البداية لحسين بولعراس ريناه بسيكولوجيك حكاية خدم بالكدير مخراس تحفظ على أوراقه ومعادة لقطة متاع علي يوسف والديفونسور اللي مرة أخرى انت تلع في جمعية كبيرة راي علي يوسف حتى لو كان دزق ولا مشيت ولا توحط على الواحد مكش رك في بطحة بش كون تخوا حققوا علي يوسف تعدى بجنب الحمر نعتذر البقية الفرق بش ناخذوا كلمة كلمة على البقية الماتشويت قواف القفصة حققت أول فوز ليها قدم اتحات تتاوين ثيني بلايش ظال يرجع شوية لروح القفص زوز معنى في رق معنى في اسفل ترتيب اتحات تتاوين نقطة استفام معنى البداية المتعثرة والروتار في التحذيرات تعطينا تصويرها اليوم اتحات تتاوين كفريق موجز للبطولة نفس الشي بالنسبة للقواف القفصة اليوم معنى انتصار على الكونكيرون ديريكت معنى اللي هو الاتحاد تتاوين يستاهل معنى الانتصار هذي ويستحقوا ممتون باش عالقال معنى يربح نقاط اليوم ويسجل نقاط في البطولة بيه مروين خيصلك عمل عبدالتونسي والاتحاد بنجردين سفر سفر بنجردين ويبدو يفهمها غرب في بنجردين على فخر الدين قلبي كيف الملعب التونسي عاد بنقطة كيفاش تعتبرها النقطة يا ريجالستاد سور كونسطونت على الماتش اسلامي ملعب التونسي كان اقرب للفوز بيت بقى انتحاد الرياضي بنجردين ممكن يقلق حاجر كل كونه ريت وتبعته الماتش هذي ممكن تغييرات يصاردو زميتون خلى فريق بنجردين يرجع التالي وكانت معنى فرص اكتر سامح للتاجيل الملعب التونسي بان قروسو مودو الملعب التونسي كما يقولوا بلوقت الكورا الاتحاد بنجردين يذول يسمعنا معنى الحقيقة نقطة مع البقلاوة خائبة تخلي فريقي خالي ناحي مدرب هذي هذي كلي بش نقوله الكاسيم يذول ينا رقيت معنى ممكن يستنيوا في عثرة اخرى مبوعه مهيش عثرة كما قلت انت لو ملعب التونسي اليوم قد 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 معنى ما تنجمش اليوم كنت عاطي فيه ثيقة المدربة ذي حاث اوفر الفقر دين قلبي معنى لبقية المشوارة بتاع وكيف كيف اليوم بتحاد بنجردين ويقوله كان خن وجهه معتا نغير المدرب بشعال اجوائر في بنجردين تهدى شوية ان شاء الله معنى ته رغم انه ملعب التونسي عندو ضرب الجزيرة وكاركتيريزي مع سنتراج كان يستحق ضرب الجزيرة انت عشكون الملعب تاكل من تاكل على الجهة اليمين سنتراج الديفونسيور كان معلي يدو خارج بدنو ضربت في يدو كان على الحكم معلين عن ضرب الجزيرة نكمل معك اخر مقابلة احمد المقابلة الاخيرة لعمران وسلمين مقابلة تعادل السلبية دون اهداف نتيجة ما تقيل محترم المقابلة فرشت فيها محترم جدا انا حاجة بركة ملاحظة اسلام تعجبني وقت العمران يمشي لأي ملعب طريقة اللي يزينوا بها الملعب خليك تتعاطف معنى انت شعبية مع الفريق وإلى جانب ذلك العمران قاعدين يلعب في كورة مزيانة فيهم لعبية اصحاب الخبرة وكل شيء كما صالحي ياسين صالحي يعني اعطاهوك فريق يجمع بين الخبرة والتموح فريق سنباتيك فريق يلعب في كورة مزيانة يعطيه الصحة زادة لطف القادري كما قلت انت زادة نشكروه وحتى مدرب سليمان على المستوى التكتيكي يعني قاعدين يقوموا بموسم ممتاز بسرعة مختلفة كمان شفت الإدارة الوطنية للتحكيم هناك جمعية نازم نتعدلها جمع جورنية من غير برشة بشكل هاي جيت الجورنية هذية بشيخ دمو مرتاحة إن شاء الله يبنيو عليه أنا بالنسبة لي أنا بالاسم حسين بول عرس باسم بلايد نعيم حسني حكم زادة العمران باسم بلايد باسم بلايد باسم بلايد الأولاد عديو مقابلات طيبة بربي شوية بركة على مستوى ريب تيرو متعبوتولة أنا على الديانة تجتمع بال والأندية والأندية بالإزاسيستون فما يبارش أخدم على مستوى بالله ينقصوا من الضغط الأندية كيف كيف قبل كل جورني والعليم زادة ينقصوا من الضغط هومار ويني عيد شكرا متعرق عبدالي أيضا مع أختار دابوس أحمد الصارحي شكرا للكل في الإخراج أجمل تحيات إسلام المتب